وإلى حفل تسليم وتسلم المهام بوزارة المرأة وحماية الطفل وتضامن الوطني ووزارة الصحة العامة بحضور الأمين العام للحكومة عبدالله هارون شهدت وزارة المرأة وهماية الطفل وتضامن الوطني حفل تسليم وتسلم بين الوزيرة السابقة أنقربتنا كرميل سوكاد والوزيرة الجديدة كادي إليزابيل بهضور الوزير الأمين الأم للحكومة أبد الله صابر فضل وأدت من العاملين بالوزارة في كلمتها الوزير السابقة انقربتنا كرميل سوكاد شكرت رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو على جهوده المبزولة بشان عطاء المرأة هريتها وكرامتها في المجتمع كما ثمن الجهود العاملين بالوزارة على تعاونهم أثناء فترة عملها من جانبها الوزير الجديدة كادي إليزابيل شكرت أيضا رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو على الثقة التي أعطاها إياها لتوليها منصف وزارة المرأة وهماية الطفل وتضامن الوطني طلبا من تاقم الوزارة على التعاون معها من عجل نجاح البرنامج الوطني للمرأة الجادية وعلى هامش المناسبة تم التوقيه على محضر التسليم وتسلم وفي سياق متصل تم حفل تسليم وتسلم بوزارة الصحة العامة بين الوزير السابق أسنجيادوم والوزير الجديدة انقربتنا كرميل سوكاد بهضور الوزير الأمين الأم للحكومة أبد الله صابر فضل وأدد من المسؤولي والتاقم الوزاري في كلمته الوزير السابق أسنجيادوم شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على جهوده وتطهياته تجاه الوطن كما شكر التاقم الوزاري على تعاونهم الجميل في العمل الوزاري ذاكرا لإنجازات التي حققتها الوزارة أثناء فترة عمله كما أثناء على جهود الشركاء في مجال الصحة الأمة على دعمهم المالي والفني للوزارة الوزيرة الجديدة انقربتنا كرميل سوكاد شكرت أيضا رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على الثقة المتواصلة التي أعطاها إياها لتولي منصب وزارة الصحة الأمة مناشدة كافة العاملين بالوزارة الوقوف خلف رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الذي أعطى البلاد مكانة راعية في العالم كما طلبت منهم العمل يد بيد لمواصلة الأمل النبيل في مجال الصحة الأمة وخلال المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم ترجمة نانسي قنقر